اهلا السلام بحراتكم في فيديو جديد في فوار شهير بيستخدم في علاج الاملاح والحصوات ولكن الفوار ده لو اتخذ في نفس الوقت معه مضاد دحيوي شهير برضو هنقول عليه دلوقتي بيكون النتيجة انه بيتكون حصوات اكتر يبقى بدل ما نعالج الحصوات يقوم يحصل تكوين للحصوات اكتر الفوار اللي بتكلم عليه ده هو فوار بروكسيمول بروكسيمول فوار من ضمن المواد الفعالة الموجودة فيه مادة اسمها الهكسامين مادة الهكسامين وزي البروكسيمول موجود الكوليوريينا الفوار واليوريكول فوار والرينال اس فوار يبقى الاربع فوارات دول فيهم مادة اسمها الهكسامين طيب ايه المشكلة في الهكسامين اولا الهكسامين ده بيتحلل بيدي الفورمالضهايد وده يعتبر مضاد دحيوي قوي جدا بيقضي على انواع كتير من البكترية المسببة لالتهاب الجهاز البولي والمسالك البولية الهيكسامين لما يتاخد في نفس الوقت مع مضاد دحاوي اللي هو سبتازول او ستريم سبتازول او ستريم في نفس الوقت مع الهيكسامين بيتكون رواسب غير قابلة للزوابان رواسب غير قابلة للزوابان او حصوات الحصوات ديت ما بتدبش يبقى بالتالي بدل ما كنا ندي فوار بروكسيمول علشان نعالج الحصوات ونطرد الحصوات لو خدناه في نفس الوقت مع المضاد الحي اللي هو سبتازول او ستريم بيكون النتيجة انه بتكون حصوات اكتر وبتكون رواسب غير قابلة للزوابان وبالتالي بنزود المشكلة اكتر واكتر فنخلي بالنا جدا من الموضوع ده لان الاخطاء وردة ممكن الطبيب يكتب بروكسيمول مع سبتازول طبعا ما بنقولش الاطباء بيغلطوا ولكن الخطأ وارد يعني ممكن تحصل كذلك السادلة ممكن عن طريق الخطأ يصرف بروكسيمول مع سبتازول وبرضو عايزين الناس يعرفوا برضو ان النوعين دول ممنوعين يتاخدوا مع بعض في نفس الوقت علشان بيحصل تكوين اكتر للحصوات وبالتالي بنزود المشكلة اكتر فاكتر دي كده كانت المعلومة بتاع النهاردة والفيديو بتاع النهاردة اتمنى يكون عاجب حطراتكم ياريت لايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس شكرا لكم لان نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله شكرا لكم